مرحباً معكم عمر من BSC Designer سيساعدك هذا الفيديو التعليمي على البدء في استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية في موقعنا نحن الآن في علامة تبويب مؤشرات الأداء الرئيسية مع بعض البيانات التوضيحية كمثال دعونا نضيف مؤشر جديد بكل سهولة نحدد العنصر الرئيسي للمؤشر الجديد ثم ننقر على زر إضافة من شريط الأدوات يمكننا تحريك المؤشر الجديد بين سجل قياس الأداء اعتماداً على موقعه نستطيع أن نجعله أحد الأهداف أو من الممكن جعله من ضمن الاستراتيجية دعونا نقوم بإلغاء التعديلات ومتابعة إعداد هذا العنصر في دور المؤشر في علامة التبويب عام يمكننا إدخال اسم المؤشر تغيير الرمز الخاص به عن طريق النقر على المنطقة القريبة من حقل الاسم شرح المزيد من التفاصيل حول عملية القياس في حقل الوصف أخيراً الحصول على رابط مباشر للمؤشر من خلال النقر على إيقونة الرابط يمكننا اختيار وحدات القياس النوعي أو الكمي لهذا المؤشر في فيديو تعليمي آخر نناقش جميع الاحتمالات التي يوفرها البرنامج في هذا السياق الخاصية التالية هي المسؤول عن المؤشر هنا يمكننا اختيار بعض المستخدمين من الحساب ويمكن للمالكين تلقي اختارات حول التحديثات المهمة للمؤشر الآن دعونا نكتشف علامة تبويب البيانات لندخل بعض البيانات يدوياً تحتاج إلى تحديد التاريخ في التقويم على اليسار ثم إدخال القيمة الحالية خط الأساس أو الهدف في الحقول أدنى في فيديو تعليمي سابق ناقشنا طرقاً مختلفة لإضافة البيانات إلى سجل قياس الأداء إلى جانب الإدخال اليدوي للمعلومات يمكن جلب المعطيات من جداول البيانات أو الاتصال بقاعدة البيانات الخارجية أو استخدام API وهي واجهة برمجة تطبيقات الويب لماذا يحتاج البرنامج إلى كل هذه المعطيات؟ لكي يستخدم هذه المعلومات لتشكيل المؤشر بمعنى آخر يستخدم مقياساً من خط الأساس إلى الهدف لحساب أداء المؤشر بهذه الطريقة تصبح جميع المؤشرات الموجودة في سجل قياس الأداء قابلة للمقارنة مع بعضها البعض في معظم الحالات يكفي أن يكون لديك خط أساس ومقياس مستهدف في بعض الحالات يمكن إلغاء تنشيط وضعية إدخال بسيطة باستخدام مربع الإختيار هذا واستخدام مقياس إضافي من الحد الأصغر إلى الحد الأكبر لقد خصصنا أحد مقاطع الفيديو التعليمية لهذا الموضوع يمكنك مشاهدته لاحقاً في الوقت الحالي يكفي العلم أن هذا الإحتمال موجود في علامة تبويب الأداء يمكننا تحديد خاصية التحسين للمؤشر قد تكون هناك مؤشرات تشير القيمة الأعلى بها إلى أداء أفضل على سبيل المثال مؤشر رضاء العملاء خاصية التحسين لهذا المؤشر هي تحقيق الحد الأقصى بعض المؤشرات الأخرى مثل وقت الاستجابة على سبيل المثال سيتحسن أداؤه عندما تنخفض القيمة وفي هذه الحالة تكون خاصية التحسين هي تحقيق الحد الأدنى أيضاً تحدد خاصية الألوان الوضع الحالي للمؤشر في المثال الموضح يحتوي هذا المؤشر على الضوء الأخضر لأن أداءه مرتفع للتعديل على خاصية الألوان لدينا خياران الطريقة الأولى الموصى بها من خلال تحديد وظيفة التحسين وفقاً لاحتياجاتك أو أيضاً تقديم الصيغة الخاصة بك الطريقة الثانية عن طريق قائمة أدوات واختيار أمر إعدادات ضوء الوقوف باستخدام خاصية الوزن يمكننا إخبار البرنامج بأهمية هذا المؤشر مقارنة بالمؤشرات الأخرى المتوافقة مع نفس الهدف سيؤثر الوزن على طريقة حساب الأداء الإجمالي للهدف في أحد الدروس التعليمية تحدثنا عن كيفية حساب سجل قياس الأداء والطريقة التي يستخدم بها البرنامج الوزن للحسابات في علامة تبويب السياق يمكننا تغيير نوع المؤشر يمكن أن يكون مؤشراً رائداً أو متأخر اعتماداً على ما إذا كان يتماشى مع عوامل النجاح أو النتائج المتوقعة يحدد نوع المؤشر الطريقة التي يؤثر بها على أداء العنصر الرئيسي إنه موضوع مثير للاهتمام وقد خصصنا له فيديو تعليمي منفصل تسمح عناصر التحكم الإضافية في علامة تبويب السياق بضبط المظهر المرئي للمؤشر على الخريطة تحدد إعدادات الرسم الرموز التي تظهر بجوال المؤشر على الخريطة ويحدد خيار المحور الاستراتيجي الموضوع الاستراتيجي الذي ينتمي إليه هذا العنصر لاستخدام هذه الخصائص قمنا بإعداد أساسي للمؤشر ماذا لو احتاجت المؤشرات إلى بعض الخصائص الأخرى؟ يمكنك التعديل عليها من خلال علامة تبويب سير العمل من الإعدادات داخل قسم حقول مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة ماذا لو كنت بحاجة إلى إضافة تفاصيل متعلقة بالتعديل على المؤشر؟ يمكنك النقر على زر المبادرات وإضافة المزيد من التفاصيل هناك الآن لنضغط على زر محرر القيم لنرى كيف يمكن للبرنامج مساعدتنا في تنظيم البيانات هنا لدينا ثلاث خصائص إضافية فترة التحديث والتي تحدد القواعد التي يجب أن يتبعها المؤشر عند إدخال بيانات جديدة توريث القيمة حيث تحدد القيم التي يجب عرضها للفترات التي لا توجد فيها بيانات مدخلة على وجه التحديد تجميع البيانات تتضمن توضيح كيفية حساب القيم الإجمالية للمؤشر ستجد في مقاطع فيديو تعليمية منفصلة شرحا تفصيليا حول كيفية استخدام هذه الإعدادات من الجيد أن نذكر أن جميع التغييرات التي أجريناها على أحد المؤشرات انعكست في جدول مؤشرات الأداء الرئيسية أعمدة الجدول قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الأعمدة ننقر على هذا الزر هنا يمكنك تحديد أحد ملفات التعريف المحددة مسبقا أو تكوين ملف التعريف الخاص بك لجدول مؤشرات الأداء الرئيسية كانت هذه نظرة عامة سريعة على علامة تبويب مؤشرات الأداء الرئيسية لا تتردد في الاتصال بفريق دعم العملاء إذا كان لديك أي أسئلة ترجمة نانسي قنقر